أعب مائم هنا بيستلم الكرة بص على محمد حمدي لا ما تحركش أم لافف تاني ولعب الكرة وبصص له قال له ما تتحرك أجدع أنت عايزين ننفس الجملة اللي متفين عليها اللي هي إيه كابتن حسام حسن لما كان بيجمع أفضل عناصر لمنتخب مصر في عمق الملعب دايما كان بيفتح مساحات حلوة أوي على أطراف الملعب طب ازاي بيستغلها تعالى أقول لك أول ما الكرة بتتلعب في نص الملعب بتلاقي على طول تريزيكي بيبتدي يبص لمحمد حمدي يقول له روح في ظهري وأنا هاخد المدافع واسحبه معي التحت في نفس اللحظة دي بتلاقي زيزو فاضي المدرب بتاع الفريق المنافس بيشاور عليه بعد كده زيزو بيستلم الكرة وأول واحد بيبص عليه هو محمد حمدي عشان دي الجملة المتفقة عليها وبعدها محمد حمدي بيرفع إيده وبيطلب الكرة يلا يا زيزو بعدها زيزو بيعمله الأوفر زي ما الكتاب بيقول لكن الكرة مكانش فيها توفيق وكانت أوف سايت ومجاتش تاني بتلاقي الراجل بيعمل اسكان على محمد حمدي وبعدها بيشاور لزميله حد يمسك محمد حمدي لكن الرجالة ملتزمة بعمق الملعب اللي فيه أخطر لعيبة لمنتخب مصر في نفس اللحظة محمد حمدي بيخلع من الراجل ورامي ربيعة بيحطهاله في المكان المتفق عليه بالزبط وكانت هتبقى فرصة هدف عالمي بصراحة لكن لولا النرامي ربيعة تأخر في التمرير شوية كرة بيقيته تبتالت مرة والتالت زي ما انت شايف هنا بتلاقي محمد حمدي بيعمل اسكان عالمين على عمر مرموش عمر مرموش بينزل لتحت عشان يشد انتباه الاتنين مدافعين وفي نفس الوقت محمد حمدي بيرفع ايده زي ما انت شايف عمر مرموش خد انتباه الاتنين مدافعين في اللحظة محمد حمدي بقى قدام الطريق مفتوح ومستني احلى تمرير من وش رجل مروان عطية ويخش بيها محمد حمدي عشان يشغل المطور محمد صلاح من الناحية التانية ويتابع معاه وعلى طول محمد حمدي أول ما استلم يلعبها بالعرض الصلاح ويسجل الهدف التاني لمنتخب مصر ومنتخب مصر بس محتاج شوية وقت مع كابتن حسام حسن وتفرجوا عليكم معكم كريم عنطر سلام